بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدارس العبير الأهلية أرحب بكم جميعا في مادة التوحيد الدرس الثالث العمل بالعلم علمت أن الله تعالى أمرني بالصلاة له وحده لا شريك له هنا يا شباب يا أبطال علمنا شيئا وهو الصلاة الصلاة واجبة أمرنا الله بها إذن يجب علينا أن نعمل بهذا العلم علمنا بالصلاة واجب أن نؤديها فيجب أن أصلي مخلصا لله تعالى أيضا الدعاء يكون لله وحده لا شريك له إذن فيجب علينا أن ندعو الله وحده لا شريك له أيضا علمنا أن الشرك منهي عنه وأمرنا الله باجتنابه فيجب علينا أن نعمل بهذا العلم فيجب علينا اجتناب الشرك والحذر منه وهنا تظهر ثمرة العلم وهي العمل فإذا تعلمنا شيئا فلا بد من العمل به وما الفائدة إذن من علمنا بدون عملنا ليست هناك أدنى فائدة إذن فالعمل هو الأساس فما معنى العمل بالعلم هو تطبيق ما تعلمه المسلم وتنفيذه نأتي إلى ما يتضمنه العمل بالعلم يتضمن العمل بالعلم ثلاثة أمور هي واحد الاعتقاد الصحيح فنحن جميعا نعلم بأن الله وحده هو الذي يتصرف في هذا الكون فهذا الاعتقاد صحيح فلا بد من العمل به أيضا الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق العبادة فهذا اعتقاد صحيح أيضا العمل بالعلم يتضمن فعل ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل خلاص الدعاء له فنحن لا ندعو إلا الله عز وجل ندعو الله وحده لا شريك له وهذا عمل لا بد أن نؤديه أيضا الصلاة واجبة علمنا بذلك فلا بد أن نعمل على آدائها فالعمل على آداء الصلاة واجب وجب علينا أن نصلي لله تعالى ثلاثة من الأمور التي يتضمنها العمل بالعلم ترك ما نهى الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه فقد نهى الله عن الشرك ولذلك وجب علينا العمل على ذلك وجب علينا اجتناب الشرك والحذر منه أيضا البدع منهي عنها فيجب علينا العمل على تحريمها وعدم اجتنابها والحذر منها إذن العمل بالعلم هو التطبيق هو التنفيذ من خلال ما درسناه الآن أمامكم نشاط يتضمن أمورا نفعلها لأنها واجبة وأمورا أخرى نتركها لأنها محرمة العلم بالمأمورات أمثلة لذلك مأمورات أن يجب أن نؤديها مثل العبادة لله وحده لا شريك له أيضا الصيام الزكاة لأنهما ركنا من أركان الإسلام فكيف يكون العمل بالعبادة أن نعبد الله وحده لا شريك له كيف يكون العمل بالصيام يكون بالصيام شهر رمضان فهو واجب كيف يكون العمل بالزكاة يكون بإخراجها للفقراء نأتي إلى أمور منهي عنها مثل ماذا الشرك فهو مخرم فلا نشرك بالله شيئا الظلم مخرم منهي عنه فلا نظلم أحدا أيضا الغش منهي عنه كيف نعمل على ذلك لا نغش الناس الدليل على العمل بالعلم في هذا الحديث النبوي الشريف دليل على العمل بالعلم عن أبي بارزة الأسلمي رضي الله عنه قال عن أبي بارزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا سمعنا اسم النبي صلى الله عليه لابد أن نصلي عليه حديث مهم يقول فيه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أربعة أمور كل كل من لابد أن يسأل عنها العمر فيما أفناه الشخص عن العلم ماذا فعل فيه ثلاثة عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه أربعة عن الجسم فيما أبلاه إذن من خلال هذا الحديث دليل على العمل بالعلم مرة أخرى عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة لا بد أن تسأل عن هذه الأمور واحد العمر عن عمره فيما أفناه العلم العلم هنا شباب أمامكم الدليل العمل بالعلم هو الشاهد من هذا الدرس وفي هذا الحديث وعن علمه ماذا فعل فيه ثلاثة المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه أربعة الجسم فيما أبلاه النشاط الثاني سؤال مهم هل يمكنني العمل دون علم هل نجد في حياتنا إنسانا يعمل دون أن يعلم بالطبع لا أحسنتم إذن ما الآثار المترتبة على العمل دون علم طيب لوجدنا لوجدنا إنسانا يعمل بدون علم هل هذا العمل الذي يفعله يكون خالصا يكون مستقيما يكون صحيحا أحسنتم لا يقبل هذا العمل لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل موافقة بالسنة ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم الشرعي إذن لا بد من العمل بالعلم ولا يقبل أبدا عمل دون علم ذم من لا يعمل بعلمه ونسأل الله أن يعافينا من ذلك كما قلنا العمل بالعلم هو التطبيق فلا تعلم شيئا لا تعمل به لأن هذا فيه ذم لك فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين هنا تشبيه عظيم تشبيه من الله عز وجل في هذا القرآن التوراة التي يحملها النصارى واليهود جاء فيها أنه يأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن والإسلام فلم يفعلوا بهذا العلم هم علموا بأنه سيأتي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يعملوا بذلك فشبههم الله عز وجل حفظكم الله بالحمار الذي يحمل الكتب ولا يستفيد منها فذمهم الله عز وجل بقوله بئسا إذن هناك ذم لمن لا يعمل بعلمه وهنا يجب علينا أن إذا تعلمنا شيئا لا بد أن نعمل به النشاط الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك القرآن عظيم أنت إذا تعلمت أصبح حجة لك أو عليك حجة لك إذا عملت به حجة عليك إذا أعرضت عنه إذا تركت إذا لم تعمل به إذن يكون حجة على صاحبه إذا أعرض عنه ولم يعمل به التكويم ما الذي يتضمنه العمل بالعلم أحسنتم ثلاثة أمور كما شرحناها في درسنا الاعتقاد الصحيح مثل أن الله عز وجل هو الذي يتصرف في هذا الكون اثنين فعل ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كوجوب الصلاة علينا ثلاثة ترك ما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم مثل تحريم الشرك والغش فيجب علينا أن نتجنب الشرك والغش السؤال الثالث أذكر دليلا واحدا على كل مما يأتي ألف العمل بالعلم نعم كما قلنا في الحديث النبوي الشريف الذي يسأل فيه العبد يوم القيامة عن أربع منها عن علمه فيما عمل فيه أخيرا ذنب من لا يعمل بعلمه كما قلنا في تشبيه الله عز وجل في القرآن الكريم في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وهم النصارى واليهود الذين لم يعملوا بعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي من بعدهم فشبه بالحمار أعاذكم الله الذي يحمل الكتب ولا يستفيد منها كمثل الحمار يحمل أسفارا فذمهم الله عز وجل لأنهم لم يعملوا بهذا العلم بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وأخيرا أشكركم أعزاء الطلاب الطلاب الصف الخامس الابتداء بمدارس العبير الأهلية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر